تنتشر الأوبئة والأمراض الجلدية في مخيمات النزوح بقطاع غزة في ظل حرارة الصيف وانتشار مياه الصرف الصحي ويعيش نحو مليوني نازح داخل المخيمات ومراكز الإواء في قطاع غزة في ظل ظروف معيشية قاسية مع تواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع في وقت يكافح فيه النظام الصحي الفلسطيني لتوفير رعاية صحية محدودة في غزة تم الكشف عن انتشار ملحوظ لفيروس شلل الأطفال شديد العدوى في القطاع منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة حذرت من اكتشاف الفيروس في العينات البيئية في مخيمات الخيام الفلسطينية بسبب استخدام المياه غير النظيفة السلطات الصحية الفلسطينية أكدت أن هذا الاكتشاف في مياه الصرف الصحي التي تجري بين خيام النازحين في القطاع ينذر بكارثة صحية حقيقية ويعرض آلاف السكان لخطر الإصابة بهذا المرض وبعد مرور نحو عشرة أشهر من الحرب في قطاع غزة توقفت مدخات مياه الصرف الصحي في دير البلح وسط القطاع عن العمل بسبب نقص الوقود وفق بلدية غزة وتشكل مياه الصرف الصحي الراكدة وأكوام القمامة والأنقاض بيئة مواتية لانتشار أو بيئة مختلفة بحسب ما قالت السلطات الصحية في غزة داعية إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي شلل الأطفال مرض فيروسي شديد العدوى يهاجم الجهاز العصبي ويمكن أن يسبب الشلل في غضون ساعات وفقاً لمنظمة الصحة العالمية وهكذا يعيش الفلسطينيون في غزة بين موت محقق بسبب القصف العنيف بحراً وبراً وجواً أو موت بطيء بسبب الجوع وإن جوا من ذلك يعيشون بآلامهم بسبب الأمراض طارة أو بسبب الأحزان على فقد الأحبة طارة أخرى ترجمة نانسي قنقر